نعم الجماعة يا ته السلفين أشرب من الصوفية طيب السائل سؤال هو أنه رجل ناقش بعض الإخوة من السلفين وتكلم عن الصوفية وعن السلفين وقال الجماعة ديلك يعني الصوفية أخير من الجماعة ديلك يعني السلفين فهذا الرجل إما جاهل أو صوفي واحد من اثنين إما أنه جاهل أو أنه صوفي فإذا كان صوفيا فلا غبار عليه في كلمة زي دي لأنه من كان على عقيدة ضالة ومنحرفة لا يسأل عن مثل هذه الفتوى يسأل إذا كان عقيدته في فقرة دم بتسأله عن فتوى زي دي تسأله أول حاجة عن شنو عن الضلال الكبير بتاعه ولو كان الرجل ده يدعي أنه من أهل السنة فدي المصيبة دي المصيبة لأنه يبقى بصراحة دفقت عقيدة الولاء والبراء ويدعي أنه من أهل السنة هذه المصيبة هذه المصيبة إن الرجل يدعي أنه من أهل السنة ويفضل الصوفية على أهل السنة هذا يدل على فقدان الرجل لعقيدة الولاء والبراء ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه خالدين فيها أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون جوال عنده عقيدة ولا وبراء الولاء والبراء أنت قاله شنو تعرف التوحيد تحيب أهله تعرف الشرك تبغض أهله ده الولاء والبراء فكذا ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها المدثر للنبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر وثياب وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فالرجز ما يجري يعني شنو العلم قالوا الرجز أصنام وهجرها البراءة منها وأهله ودي أخواننا أساسيات التوحيد ده لو قال أنا من أهل السنة ده نص كده كلام محمد بن عبد الوهاب نص 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 الكتب الصغيرة قال بديعلم الزول في مبدأ العقيدة بدايات العقيدة تدعلم أنه البراءة من الشرك ومن أهله بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر قاعدة في كتاب اسمه ستة مواقف من السيرة قاعدة مهمة جدا قال وعلم أن الإنسان لا يستقيم له توحيد لا يستقيم له إيمان ولو وحد الله وترك الشرك تبهل الكلام ده كلام قيم جدا بعد ما وحدت الله وخلت الشرك قال ما استغام إيمانك لسه قال حتى يتبرأ من المشركين ويصرح بذلك عقيدة يا ذولي عشان كده زولك ده واحد من اتنين يا إما صوفي واصلا ما مرق من التصوف لسه معهم لأن صوفي ما شرطي لا طريقة ولا يلبس طاقية خدراء صوفي في فهمه لأنه ماسك فيه شيخه زي ما الصوفي ماسك فيه شيخه وقال لك أبويا ما تتكلم فيه أبويا الشيخ ده برضو ماسك في أبويا الشيخه الثاني ذاك نفس النظام بتاع الصوفية ما تتكلموا في شيخنا فإما هو صوفي وإما هو جاهل ما يعرف العفيدة الإسلامية يا أخواننا نحن الناس اللي بنختلف معهم الليلة ديل وأنا بحذرك منهم كلهم أما عاديت إنسان بعاديه بشنوه بمقدار لذلك أهل السنة تميزوا بالعدل أما ينزل منحارف لا عنده عدل وهو تقال كلامه هذا الجرل هو شنوه عدم العدل بس ده ظلم إنه في نهاية بكرة لأنه إنت تكلمت في شيخه وإنت اللي جهجهته الصوفية ما جهجهه جهجهته إنت وحذرت منه والناس خلوه فبقى حاغد عليك أكثر من حقده على المشركين ده الموضوع كله لكن يا أخوانا لابد من العدل ربنا قال وَلَا يَجِرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هو أقرب للتقوى يعني الآن إنت متوقع مني رغم أن أنا حذرتك من العدس واتكلمت فيه وزعلان منه واتكلمت فيه كلام شديد ولا أزال أحذرك منه هل بتتوقع لو سألتني قلت لي الأفضل العدس والله الصوفي اللي بجايدة أنا حقول لك الأفضل الصوفي أبدا ما حقول لك لأنه أنا ربنا أمرني بالعدل وأنا لو ما عدلت ربنا ما بينصرني لشان كده ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وَالْكَلَامُ فِي النَّاسِ يجب أن يكون بعلم لا بظلم وجور كحال أهل البدع نحن بنعدل معك وأي زولنا حاسبه قدر الغلط بتاعه غلطك قدر الغلط بتاعك دي طريقة أخواننا أهل السنة وأهل العدل والإنصاف